يوم من الأيام الشرطة قدمت رجل متهم للقاضي لأن هذا الرجل يمشي بالشوارع والساحات العامة ويسب على الوطن ويقول الوطن ميس وانعال أجلكم الله فالقاضي سأل الرجل قال له هل صحيح أنت كنت فعلا تسب وتشتم الوطن؟ جاوبه قال له نعم سيادة القاضي سأله متأكد أنت بعلو صوتك تقول الوطن ميس وانعال قدام الناس والرايح والجاي قال له نعم سيادة القاضي هنا القاضي تحجب من أصرار هذا الرجل فسأله قال له وكل هذا أمام تماثيل الأبطال ومقابر الشهداء وأمام مراكز التطوع والمحاربين القدماء وأمام أفواج السياح والمتنزهين وأمام دور الصحافة ووكالات الأنباء المتهم جاوبه قال له نعم وهنا القاضي قال له ليش يا ابني الوطن ما يساوي بنظرك أكثر من نعال ليش المتهم جاوبه بكلمة وحدة قال لي أنا أنا حافي وما عندي فلوس أقدر أشترين عالي يا سيد القاضي جبناها على كثرة اللي كانوا حفاي وهس لبسه وهدوم زينه وأحذيه بس ما على الأسف باعوا الوطن والله يعين الوطن وما عندي فلوس أحذيه وما عندي فلوس أحذيه ترجمة نانسي قنقر